امي وابي اغلى الناس وهما تاج فوق الراس حبهما يسكن في قلبي دوما ادعو لهما ربي دوما ادعو لهما ربي يلا نبدي درسنا مع بعض اليوم وعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين درسنا لهذا اليوم درس في الاخلاق ودرسنا هذا سيكون مثل ما تشوفون في الشاشة تحت عنوان بر الوالدين موضوعنا هو بر الوالدين وبالتالي ان شاء الله رح ناخذ بعض المعلومات في هذا المجال طبعا احنا اخذنا في الاخلاق اخذنا درس الغيبة واخذنا درس المثل العليا في الانفاق اليوم ناخذ درس بر الوالدين طبعا يا احبابي بر الوالدين كما تعرفون هو من الامور الواجبة التي جعلها الله عز وجل واجبة ولازمة ويجب ان نلتزم بها كل انسان مسلم بل المطلوب من كل الناس طبعا لكن احنا نتكلم كمسلمين كل انسان مسلم المطلوب من عنده ان يبر والدين بر الوالدين شنو معنى بر الوالدين ما معنى بر الوالدين ما هي امثلة بر الوالدين ان شاء الله هذا رح نبينه بشكل تدريجي خلال الدرس شيئا فشيئا اذا بر الوالدين من الواجبات الشيء الاخر بر الوالدين عنوان اخلاقي مهم جدا ماذا يعني عنوان اخلاقي؟ يعني مثل ما ان الصدق من الاخلاق اداء الامانة من الاخلاق التعاون من الاخلاق كذلك انك انت تفي بوعودك هذا من الاخلاق كذلك ان تحسن الظن بالناس هذا من الاخلاق ايضا بر الوالدين من الاخلاق الاسلامية العظيمة هو خلق انساني يعني كل الناس مطلوب من عندهم ان يبروا الوالدين وبشكل طبيعي المفروض ان كل انسان يبروا الدينا الان ليش لماذا هناك من الناس من لا يبروا الديه؟ هذا موضوع ثاني ولكن المفروض ان كل انسان بشكل طبيعي من دون ما يقرأ لا في القرآن ومن دون ان يعلمه احد المفروض ان كل انسان يبروا الدينا لكن الاسلام بيّن لنا اهمية بر الوالدين بيّن لنا ان بر الوالدين من الواجبات بيّن لنا ثواب من يبروا الديه بيّن لنا خطورة عقوق الوالدين احنا عندنا عنوان اسمه بر الوالدين وعنوان اسمه عقوق الوالدين واحد ضد الثاني واحد عكس الثاني بر الوالدين عقوق الوالدين الإسلام بيّن لنا ثواب بر الوالدين وخطورة ماذا؟ عقوق الوالدين ممتاز خطورة عقوق الوالدين عكس البر وأن عقوق الوالدين لا آثار خطيرة في الدنيا وفي الآخرة وبر الوالدين لا آثار مهمة وجميلة جدا في الدنيا والآخرة قال الله سبحانه وتعالى خلنشوف هذه الآية أحبابي شوف هذه الآية مع بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية والآية اللي بعدها من سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا آية جداً محبرة وجميلة جداً في معناها ومضمونها وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا الله سبحانه وتعالى أوجب وأمر أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا إِيَّا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله ثم ذكر بعده هذا الإيمان بالله وحده لا شريك له وعبوديتنا لله أن نعبد الله طلب من عندنا بعد ذلك مباشرةً وفي أكثر من آية طلب من عندنا أن نتعامل مع الوالدين بالبر والإحسان شوفوا شكثر مهم انظروا إلى أيّة درجة المسألة مهمة بعد أن ذكر الله عز وجل التوحيد أو عبادة الله وحده لا شريك له ذكر بعد ذلك مباشرةً البرب الوالدين والإحسان إليهما ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن من أهم الأمور عند الله في أخلاقنا، في أفعالنا، في سلوكنا، في علاقتنا مع الآخرين أهم شيء عند الله عز وجل أن نراعي الوالدين أن نتعامل معهما بالبر والإحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إذا أحد الوالدين صار كبير في السن أو الوالدان كلاهما صار كبيرين في السن بحيث أنهما ضعفة صار في حالة يعني شيب شيخوخة كبر في السن والإنسان عندما يكبر كثيرا في السن يبدأ يصبح ضعيف ضعيف ضعيف، صوته يضعف، حركة تتقل، تعب عنده دائم، عنده أمراض ماذا يحصل للولد هنا أو يحصل للبنت لربما يشعران بالقوة الآن سابقا أنا طفل صغير، أنا الضعيف، ووالدي هو الكبير القوي أنا الضعيف أو أنا الضعيفة، ووالدتي هي القوية والكبيرة الآن انعكس الحال أصبحت أنا الكبير، أنا القوي، ووالدي هو الضعيف المحتاج إلى المساعدة عندما كنت صغيرا كان والدي هو الذي يحملني كانت والدتي هي التي تنظفني وتطعمني وتسقيني أما الآن عندما كبر والدي أو كبرت والدتي أصبح ضعيفين وهما بحاجة إلى المساعدة هنا بعض الأولاد عندما يكبرون ويشعرون بالقوة ويجدون أن الوالد أو الوالدة أو كلاهما في حالة ضعف يحصل عند الولد أو البنت نوع من الطغيان ماذا يعني نوع من الطغيان؟ يعني نوع من التكبر نوع من الإحساس بالقوة التي تريد أن تقهر الشخص اللي أمامه فماذا يحصل؟ يحصل سلوكيات أو يصدر بعض الكلام غير المناسب مثال ذلك في القرآن الكريم يقول فلا تقل لهما أف عندما كنت صغير لربما أخاف أن أقول أف أو أستحي ولكن عندما أصبحت قويا ووالدي ضعيف أو والدتي ضعيفة بدأت أتجرأ أقول له أف بس كافي ولا تنهرهما يعني لا تقول بس كافي لا تسوون هالشكل لا تكلمون كذا بس قعدوا أتكلم معاهم بطريقة غير لائقة بطريقة غير مؤدبة أمنعهم عن بعض الأمور بالقوة وقل لهما قولا كريما يجب أن يكون كلامي نحوهم معهم كلام كريم جميل طيب كله رحمة كله محبة الكلام المؤدب فيه الاحترام حتى لو كان والدي بسبب كبر سنه أو مرضه أو تعبه بدأ مثلا يؤذيني بطلباته الكثيرة بالإلحاح بمثلا أنه لا يسمع الآن بشكل جيد بحيث أنه كبر في السن ولربما يحتاج كل نصف ساعة أن يذهب إلى الحمام لا تنزعجوا من ذلك إذا كان بأيديكم أن تساعدوا الوالد أو الوالدة أو مسؤوليتكم هذه أو مطلوب منكم هذا الشيء لا تنزعجوا وقولوا لهما قولا كريما حاضر من عيوني إن شاء الله تأمر أمر على راسي حاضر يبا حاضر يا أمي تدللين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لا تتكبر على الوالد مهما أصبحت كبيرا قويا لا تتكبرين على الوالدة مهما أصبحت متعلمة وصاحبة شهادات واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يصير عندنا تواضع في أسلوب كلامنا خفض الصوت نظرنا أيضا يكون بطريقة نشعرهم بالحنان بالمحبة وهذا كله نبين معا رحمة نتجاهم كما رحمانا في صغرنا كذلك نرحمهم عندما يكبران واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وحتى الآن حتى لو أن والدي الآن ليس كبير في السن والدتي ليست كبيرة في السن الاحترام والتقدير وطاعتهم فيما يأمرون به أو ينهون عنه وغير ذلك اسلوبنا في الكلام اسلوبنا في الجلوس معهم طريقة نظرنا إليهم تلبيتنا لطلباتهم هذه كلها يجب أن تكون حاضرة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة شايفين أنتوا الدجاجة مع الصيصان كتاكيت الفراخ الصغار عندما تأتي الدجاجة ترفع جناحة وتضع الصيصان تحت جناحة وتحميهم هكذا الله سبحانه وتعالى يقول لا تكونوا كطائر النسر الذي يفرد جناحاته هكذا كأنه يريد أن ينقض على الفريسة ويأكلها عندما تتعاملون مع الوالد أو الوالدة لا تكونوا كالنسر أو الصقر عندما يفرد جناحاته ويريد أن يهجم يريد أن يأكل يريد أن يفترس لا تكونوا مثل الدجاجة هذه التي تجعل صيصانها كتاكيتها تحت جناحاتها اتضمهم تعطيهم دفء وحنان ومحبة هكذا تعاملكم مع الوالد والوالدة دفء وحنان ومحبة ورحمة وقل فوق هذا كله رب يرحمهما كما ربياني صغيرة عندما ربياني صغيرة رحماني استعملها كل وسائل الرحمة في إطعامي في معالجتي إذا مرض في توفير البيت السكن في توفير المدرسة حاجيات المدرسة اللعب الأصدقاء كل ذلك والدي ووالدتي كان يحيطاني بكل أنواع الرحمة فأنا أرفع يدي وأدعو لهم دائما وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة نقرأ الآية مع بعض يل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كرروا وراي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة كما ربياني صغيرة نعيد مرة ثانية مرة الأخيرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة ياريت ياريت في البيت بروحكم لوحدكم ترجعون إلى المصحف الآية ثلاثة وعشرين وعربة وعشرين من سورة الإسراء ولو بمساعدة والدك أو والدتك أو أخوك أو أختك استخرج الآية واحفظها سورة الإسراء ثلاثة وعشرين وعربة وعشرين يلا الآن فلنذكر أول شيء ما هي طبيعة علاقة الوالدين بالطفل منذ الارتباط بالزواج منذ أن يتزوج الأب الأم يتزوجون مع بعض ويبدأان التخطيط والتفكير أن يكون لهما ولد أو بنت أو أولاد أو بنات نجد بأن علاقة المحبة لهؤلاء الأولاد المستقبليين الذين لم يولدوا إلى الآن هناك علاقة قوية الأم تتمنى أن يكون لها طفل هذا الطفل تربيه تطعمه تسقيه تأخذه إلى المدرسة تأخذه معها حيث تذهب الأب كذلك أو بنت صغيرة تكون عندهم تحن عليهم يلاعبونها وتلاعبهم بالتالي منذ بداية الزواج الأب الأم الزوجين يفكرون في الطفل وعندهم ارتباط مع الطفل وطوال فترة الحمل الأم تكون في حالة شوق في حالة حب في حالة انتظار لهذا المولود الجميل أو لهذه المولودة الجميلة الذي أو التي ستضيف عضوا آخر جديدا في البيت فبدل أن يكون هناك زوج وزوجة فقط سيكون هناك أب وأم وطفل أو طفلة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وربما أكثر ولكن الأم طوال فترة الحمل هي تناغي هذا الطفل في بطنها وتتمنى أن يكون طفلاً أنعم الله عليه بالصحة بالذكاء بأن يكون شكله جميل أن يكون هذا الولد أو تكون هذه البنت حنوناً أو حنوناً معهما أن تستطيع الأم ويستطيع الأب أن يربي هذا الطفل أحسن تربية وبعد الولادة أيضاً نجد هذا الاهتمام وهذه المحبة لهذا الطفل عندما يولد المولود السعادة التي تشعر بها الأم على الرغم من التعب الشديد طوال فترة الحمل تسعة أشهر وعلى الرغم من المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الأب مع هذا عندما يأتي هذا الطفل إلى الحياة تكون السعادة غامرة عند الوالدين فرح شديد لا أحد يستطيع أن يصف أو يتصور مقدار الفرح الذي يكون عند الوالدين عندما يولد هذا الولد الأم تقول انظروا انظروا انه يشبهني في عينيه انه يشبهني في شعره الأب يقول انه يشبهني في فمي انه يشبهني في حركاته كل يقول وينسبه إلى نفسه ويقول مثل هذه الكلمات الجميلة ثم بعد ذلك نجد أنه وهو رضيع طفل صغير لا يدرك ما يجري حوله ولا يملك قراره يلفونه بمثل هذا القماط هذه القطع من القماش يلفون هذا الطفل كي لا يتحرك كثيرا كي يهدأ كي يتدفأ وترضعه الأم ليلة ونهار وتحاول أن تعالج إذا أحس بوجع في بطنه مثلا إذا استيقظ من النوم تبادر إليه تنظفه تبدل حفاظته وتراعيه وتخاف عليه من الحشرات التي يمكن أن تقرصها تخاف عليه من حرارة الجو تخاف عليه من برودة الجو تخاف عليه من الشمس الحامية تخاف عليه من أي شيء ممكن أن يأذي حتى لو كان كثرة القبولات لو أن كل إنسان جاء وأمسك هذا الطفل وصار يقبله على خدوده الأم تقول ارحموه ارحموه طفلي وجهه سيصبح كل حبوب نتيجة هذه القبولات دعوه ينام دعوه يرتاح حب شديد يدفع الأم إلى كل هذه الرعاية والأب سعيد جدا يشتري أنواع الثياب لهذا الطفل إذا حتاج إلى اللبن المجفف يشتري إلى اللبن المجفف إذا حتاج إلى الدواء حتى لو منتصف في الليل حتاج أن يذهب إلى المستشفى الأب يستيقظ من النوم يأخذه إلى المستشفى وعندما يكبر الطفل شيئا فشيئا تبدأ هناك علاقة تنمو سواء بنت كانت أو ولد تبدأ علاقة اللي يعرفون أن يقرؤون اللغة الإنجليزية مكتوب copy يعني نسخة و paste يعني نسخ ولسق يعني طفلي نسخة مني هو جزء مني جزء من وجودي وبالتالي إذا تألم الطفل أنا أتألم إذا فرح ابني أنا سعيد إذا شبع ابني أنا أشعر بالشبع إذا عطش ابني أنا أشعر بالألم عندما يكبر الطفل شيئا فشيئا تبدأ العلاقة تصبح أقوى وأقوى وتصبح هناك حالة من الحرص الدائم من الأبوين والمتابعة وتلبية حاجات الطفل ثم بعد ذلك الأم نجدها وهي تطعمه تصبر حتى على عناده لا يحب أن يأكل هذا الطعام الآن لا يشتهي أن يأكل الآن أكل قليلا ثم بسقه الآن ثيابة أصبحت كلها طعام وأنواع من الأكل على ثيابه الأم لا تهتم وتبدأ تحاول أن تطعمه المرة تلو الأخرى كل هذا الحرص لماذا؟ لشدة الحب والرحمة بهذا الطفل تخاف أن خدودة هذه هذه خدودة أنها تعبير نحن نقول تفش تنزل إلى الداخل هكذا لأنه أصبح ضعيف أو لونه تغير أصبح أصفر لأنه أصبح لا يتغذى بشكل جيد تبحث عن الأطعمة البديلة تبحث عن الحليب البديل وتهتم بنظافة ثيابه بمجرد أن يوسخ ثيابه تبدله إذا تبللت ثيابه تبدله وعندما يمرض الأم تبقى معه تسهر طوال الليل تسهر فيه حمى تضع له الأقمش الباردة وتفحص درجة الحرارة وتعطيه الدواء بطرق مختلفة تضع الدواء في الطعام تضع الدواء في شرابه تحاول أن تقنع بني أخذ دواء تتابع وضع الصحي العام تأخذه إلى الطبيب أبوه يأخذه إلى الطبيب هذا كلها رحمة ومحبة ثم عندما يكبر أكثر يهتم الوالدان بسعادة الإبن يحب أن يذهب ليلهو في الخارج يلعب يوفر له بعض الألعاب الأب على رغم كبر سنه وكبر حجمه ومشاغل الكثيرة يفرغ نفسه قليلا من أجل أن يلعب مع الطفل الأب ليس بحاجة إلى اللعب هنا ولكنه يريد أن يسعد ابنه هذا كلها من المحبة والرحمة للإبن ثم الاهتمام بالتعليم البنت لا تحب أن تقرأ دروسها اليوم تريد أن تلعب تريد أن تشاهد تلفزيون الأم تجلس معها على الرغم من كل مشاغلة في تنظيف البيت وترتيب البيت والعمل خارج البيت وتلبية توفير الطعام ومع هذا الأم تجلس بعد ذلك مع ابنتها وتعلمها دروسها وتساعدها في الحل الواجبات وتبين لها أين الخطأ وأين الصح وكيفية الاستعداد للاختبار وهكذا الأب وهكذا الأم مع الولد وهكذا الأب مع الولد وإذا حقق الولد أو حققت البنت أي نوع من النجاح سواء في ممارسة ألعاب الرياضية أو في بعض الفنون أو في الكمبيوتر أو في الدراسة أو في أي شيء إذا كان الولد قد حقق نجاحاً أو البنت حققت نجاحاً يشعران بالفخر الكبير وكأنهما هم الذين حققوا هذا النجاح ولذا يذهب الأب تذهب الأم تتصل في الأخ في العم في ولدنا فلان حصل على جائزة اليوم حصل على كاس طلع الأول جاب نتيجة هذا كله نتيجة ماذا؟ الحب والرحم وحتى عندما للأسف بعض الأطفال يخطئون بحق الأب أو الأم مثلاً الولد يصرخ في أمه أو البنت تصرخ في أمها نتيجة الإنزعاج أو نتيجة أمر معين أو عناد أو غير ذلك نجد أن الأب والأم يرحمان هذا الطفل يحاولون أن ينبهون إلى الخطأ يحاولون أن يصلحون الوابع يحاولون أن ينظروا ما هي المشكلة لو كان إنسان آخر كان ممكن أن يعاقب عقاب شديد ويقول له خلاص هذا فراق بيني وبينك لا أريد أن أراك بعد ذلك في حياتي كلها ولكن الأم أبداً لا تستطيع أن تنفصل عن طفلها أو طفلتها وكذلك الأب هناك علاقة شديدة جداً قوية ويستمر هذا إلى أن يكبر الولد أو تكبر البنت ويتخرج الولد أو تتخرج البنت من المدرسة ثم الجامعة ثم يعمل الولد أو تعمل البنت ثم يتزوج أو تتزوج البنت ثم يصبح عندهم أطفال والأم تتحول إلى جدة والأب يتحول إلى جد يبقى هنا الأمر مستمر في حب الولد والبنت وحب الأحفاد أيضاً هذه العلاقة لا تنتهي إلى آخر لحظة من الحياة الحب والرحلة هذا شيء جميل جداً في مقابل كل هذا كيف يجب أن تكون علاقة الأبناء مع الوالدين يجب أن تكون كما قال القرآن كما قال الله بر وإحسان علاقة بالمعروف علاقة طيبة كيف يكون بر وإحسان علاقة معروف وعلاقة طيبة طاعتهما فيما يرضي الله طبعاً أول شيء طاعة الله سبحانه وتعالى فإذا أمر الأب أو أمرت الأم بشيء لا يرضي الله لا طاعة لهما فيما لا يرضي الله مثلاً مثلاً لا سمح الله الأب كان كافر يقول للولد المسلم يقول لا أنت أيضاً صير كافر طبعاً الولد ما يسمع كلام الأب هنا عندما يطلب منه الكفر مثلاً أو أن يرتكب معصية ما يسمع كلامه ولكن الولد لا يسيء الأدب مع الأب ما يسمع كلامه شيء إساءة الأدب شيء ثاني الله سبحانه وتعالى يقول لا تسيء أدبك مع والدك كن كمثل النبي إبراهيم عليه السلام مع أبيه آذر الآن سواء كان هو والده أو كان هو عمه أو شخص مربي القرآن يقول وأبوه آذر كان إبراهيم عليه السلام يدعو له كان إبراهيم عليه السلام يتكلم معه بكل أدب مع أن هذا آذر كان مشرك ما كان مؤمن وإبراهيم أصبح نبياً بعد ذلك مع هذا كان النبي إبراهيم عليه السلام يحترم هذا الإنسان يحترمه من مقام الأبوة فقط لا في كفره في مقام الأبوة فإذا طاعت الوالدين فيما يرضي الله عز وجل ندام شيء ما يخالف أمر الله أنا أسمع كلامهم الأمر الثاني من صور البر والإحسان احترامهما في أسلوب الحديث سواء أنا صغير وهما كبار أو هم في مرحلة الشيخوخة وكبر السن وأصبحت أنا رجل كبير أو امرأة احترام في أسلوب الحديث صوت نبرة الصوت عالية ولا تكون منخفضة يجب أن تكون بشكل ما أسيء الأدب في طريقة كلامي لا أرفع صوتي بشكل عالي بحيث أسيء إليهما إلا إذا كان أبي لا يسمع حينذاك أحتاج أرفع صوتي حتى يسمع وهذا جزء من الاحترام أما إذا أبي يسمع بشكل طبيعي لا أرفع صوتي في كلامي معه بحيث يحس أنني أسأت الأدب معه نفس الكلمات التي أستعملها يجب أن أنتبه ما هي الكلمات التي أستعملها مثلاً والدتي تقول إذا أردت أن تخرج ارتدي الثياب الفلانية هي أنفع لك أقول وما دخلك أنت هذا ما في احترام في الحديث أقول إن شاء الله تامرين أمر من عيون الثنتين أو إذا ما أحب أقول لها يا أمي أنا أفضل الثياب الفلانية ما رأيكي تسمحين لي أرتديها فإذا أسلوب مؤدب سواء في الرفض أو القبول إذا شيء قابل للرفض أرفض أقول أنا أفضل الثياب الفلانية ما رأيكي يا أمي تسمحين لي أبدل هذه الثياب وأرتدي للثياب التي أحبها أسلوب الحديث يكون جميل أول ما أرى والدي والدتي أول الصبح السلام عليكم تحية طيبة صباح الخير إن شاء الله يا ماما نمتزين إن شاء الله يا بابا نمتزين مرتاح إن شاء الله تحتاج مني شيء تريد مني شيء تكلم معاهم في أسلوب يرضون عنه احترامهما في المجلس إذا دخلت والدي مثلا جالس أدخل أسلم ثم أذهب أقبل رأسه أقبل يده هذا يفرح قلب الأب شكل كبير جدا أما إذا دخلت أما إذا دخلت وكأن أبي غير موجود دخلت وجلس وشاهدت التلفزيون أو بدأت ألعب أو مسكت الموبايل وألعب بالآيباد أو غير ذلك هذه إساءة أدب في المجلس أو أنني عندما أجلس أضع قدمي في وجه أبي مثلا من بعيد هكذا أمد رجلي بحيث يكون رجلي باتجاه الأب هذا ما في احترام في المجلس احترام في المجلس أن والدي جالس على الأرض وأنا أجلس على الكرسي مثلا هذا ما في احترام أو أنا أجلس في المكان المريح ووالدي في المكان غير المريح هذا ما في احترام أو أني مثلا أرفع صوتي ووالدي موجود وأتعارك مع إخواني مثلا هذا ما في احترام في المجلس مجلس لا احترامه والدي موجود والدي موجودة يجب أن أنتبه أعرف ما هي آداب الجلوس مع والدي احترامهما في الحديث والمجلس أيضا أنني عندما أجلس مع والدي أتكلم مع والدي أو والدتي أنظر إليهما أنظر إليهما وأتكلم ما أرفع وجه ذاك الناحية الأخرى وأتكلم كأنني أتكلم مع الحائط أنظر إليهما بنظرة حانية وأتكلم بأدب الأمر الآخر مساعدتهما عندما يحتاجان إلى ذلك سواء طلب أو لم يطلب بمجرد أن أرى أن والدتي تحمل شيئا والدي يحمل شيئا مثلا أو يعمل في شيء معين يصلح أمرا أو شيئا أو عندي شيء في البيت مثلا موجود وفي عطل أبادر أن أساعد والدي أو أساعد والدتي قبل أن يطلب لا توجد حاجة أن أنتظر إلى أن يقول والدي ها يا فلان تجي وتساعدني أنت بادر بابا تحتاج أساعدك في الشغلة الفلانية أو بابا ممكن أساعدك ماما ممكن أساعدك ممكن أحمل معك حتى لو قالوا لا نحن بحاجة مجرد اقتراح المساعدة والمبادرة هذا عظيم 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 عند الوالدين قد تكون المساعدة في أشياء ممكن الإنسان يقول هذا ليس من عملي أنا ليس من مسؤولياتي أن أنظف البيت أنا لست خادمة أنا الإبنة المدللة في البيت أنا الولد المدلل في البيت الخادمة هي التي تأتيني بالطعام أو بالشراب هي التي تغسل ثيابي هي التي تكنس الآر فلماذا أقوم أنا بهذا وإذا الخادمة مجغولة والدتي تقوم بذلك أبدا البنت أو الولد يبادران لتقديم المساعدة حتى في أمور قد تكون هي من شغل الخدامة مثلا الخادمة أو تكون من مسؤولية مثلا أحد الوالدين أو غير ذلك المبادرة للعمل جميل جدا أحيانا قد يكون هناك مثلا ضيوف قد جاءوا في أفراح أو في أحزان مثلا حالة وفاة أو تكون هناك مثلا احتفال أو شيء معين أو مجلس مثلا معقود في البيت فهناك نساء كذا ووالدتي تجلس مثلا من أجل أن تضيف الضيوف أو من أجل أن على سبيل المثال تستقبل الضيوف منشغلة أنا أبادر للمساعدة وأقول لها أنا يا والدتي حاضرة أي شيء تريدين حتى لو أنت صغيرة في السن من الممكن أن تنجزي بعض الأمور البسيطة أنت أيضا لو كنت صغير في السن ووالدك موجود وعنده ضيوف تسأل من والدك تحتاج مساعدة في أمر معين تحتاج أن أكون موجود أن أضيف الضيوف هذا أمر مهم ولربما كبر في السن فتكون المساعدة بأن أأخذ ما على مثل هذه العجلات المتحركة الكرسي المتحرك وغيرها أخذها إلى الحمام أخذها إلى الطبيب أخذها للتنزه أخذها إلى السيارة بهذه الطريقة أنقلها من غرفة إلى غرفة أو قد يكون كبير بالسن أو تكون والدتي كبيرة بالسن تحتاج صعب عليها التحرك فيكون تنظيف بعض أجزاء جسمها على الفراش غسل يدينها غسل فمها غسل رجلينها مثلا ما أستنى كيف من ذلك ما أعتبر هذا عيب بل أبادر إليه الأمر الآخر في بر الوالدين الدعاء لهما بالخير الدعاء لهما بالخير هذا أمر مهم في حضورهم وفي غيبتهم موجودين أو غير موجودين نايمين في المستشفى مسافرين دائما أدعو لوالدي رب يغفر لهما رب يرحمهما كما ربياني صغيرة الأمر الآخر من بر الوالدين عمل الخيرات نياب عنهما حال حياتهما أو مماتهما عمل الخيرات ممكن أني أساعد عوائل فقيرة مثلا الناس فقراء مساكين أسر متعففة أساعدهم وأقول هذا ثوابه لوالدي والدي أحياء أو أموات أعطي أقول أنا قدمت خمسة دنانير للفقراء وثواب هذا العمل لوالدي أو عمل الخيرات أني أصلي أصلي ركعتين ثوابهم لوالدي أصلي عشر ركعات ثوابهم لوالدي أصوم اليوم صيام مستحب وأقول ثواب هذا لوالدي أقرأ القرآن وأقول ثوابه لوالدي أو من الممكن أن أنا ما عندي أموال وكنت في الخارج وساعدت مثلا إنسان محتاج إلى المساعدة العملية مثل هذه العجوز مثلا تريد أن تعبر الطريق ساعدت أنا هذه العجوز وعبرت الطريق أقول يا ربي هذا عمل الخير الذي أديته ثوابه لوالدي كثير هذا جميل أو إن أساهم في أعمال خير عامة مثلا طلبوا مننا تنظيف حديقة تنظيف شواطئ طلبوا مننا تنظيف المدينة طلبوا مننا صبغ مكان أي عمل خير للوطن أو للمدينة اللي أنا أعيش فيها أو داخل مكان مدرسة أو غيرها هذا عمل خير يحبه الله عندما أنتهي أو في الأثناء أقول يا رب هذا العمل الذي أديته أهدي ثوابه إلى والدي وقد يكون مثل هذه الأيام مثلا فرضا أنا كبرت بالسن وطلبوا مثل هذه الأيام في استنفار عام أمراء وباء منتشر كذا يحتاجون إلى مساعدة الناس في بعض الأمور فأتبرع أنا لخدمة المجتمع في مستشفيات في المقبرة مثلا في أماكن معينة طلبوا مساعدة الناس أنا كل واحد يذهب إلى مكان ويعمل لخدمة المجتمع حين ذاك بعد ما أنتهي أو في أثناء العمل أقول يا ربي هذا عمل الخير أهدي ثوابه لمن لوالدي تقديم الهدايا أيضا من الأمور المحببة التي هي من عنوان بر الوالدين يصير مناسبة أو بدون مناسبة عجبني شيء أشتري وقدمه هدية لوالدي نأخذ صور من العقوق عكس البر الإعراض عنهما حال حديثهما الوالد يتكلم معاي الوالدة تتكلم ودير وجهي إلى الناحية الأخرى هذا سؤدب هذا عقوق الصراخ في وجههما أكيد هذا من العقوق الحديث معهما بأسلوب غير مؤدب هذا من العقوق أنتي أنتي أنت أنت ما يصير أقول لوالدي أنتي وأنت واشتبون مني اشتردون مني ما يصير تحدي الوالدين أتحداهم الوالد يقول لي افعل كذا أقول ما أسوي والدي تقول افعل كذا أقول ما أسوي شنو راح تسوي ما راح أسوي لن أفعل ذلك ماذا تستطيعان أن تفعله أنا لن أفعل ذلك هذا تحدي هذا أيضا حقوق للوالدين الامتناع عن الاستماع إليهما يتكلمون معاي أضع يدي على أذني وأقول لا أريد أن أسمع خلاص هذا أيضا ممنوع من الحقوق رفض الاستجابة أقول لن أفعل ورفض الاستجابة قد يكون أحيانا بالامتناع يعني أبكي وأتمسك مثلا هذا الطفل الآن يريدون أن يأخذوا منه الآيباد كافي خلاص وقت النوم الآن عيونك تتعب الآن عندك مدرسة عندك مثلا شيء معين نريد أن نخرج من البيت اترك الآيباد هو يرفض الاستجابة بالبكاء ويسحب الآيباد من يد الأم هذا أيضا صورة من صور العقوق المفروض أن طلب الوالد والوالدة يكون مجاب من عقوق الوالدين النظر إليهما بنظرات غاضبة طالعهم مثلا إذا قالوا كلام لم يعجبني أنظر إليهم نظر المغضب نظر الغاضب نظر الإنسان اللي مو عاجب الكلام هذا من عقوق الوالدين ما يصيب يجب أن يكون النظر دائما نظر رحمة ورأفة من عقوق الوالدين عدم تقديم المعونة لهما شوفوا انظروا إلى هذا الأب المسكين قد جاء من السوبر ماركت بيده كرتون كبير مملوء بالأغراض وبيده كيس ويتصبب عرقا وجسمه يرتجف من ثقل ما يحمل والأم في المطبخ تغسل وتنظف والبنت أمام التلفزيون والولد متمدد أمام التلفزيون لا البنت تبادر لمساعدة الأم في المطبخ ولا الولد ينظر إلى والده من أجل أن يساعد عليك أن تفز بمجرد ما ترى أن والدك دخل سواء مع أغراض حامل أغراض محامل أغراض بمجرد أن يدخل الأب تقفز من مكانك تذهب إلى والدك إذا شاي الأغراض تشيل من إيده تحمله تحملها بدلا عنه وإذا كان مثلا الوالد خال اليدين ما عنده شيء وسلم عليه وقبل رأسه في شيء تحتاج مساعدة بابا نورت البيت بيتنا صار أجمل بوجودك سمع مثل هالكلمات ما هي عاقبة البار بوالده ما من ولد هذا حديث عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله ما من ولد بار نظر إلى أبويه برحمة إلا كان له بكل نظرة حج مبرورة كل نظرة من هذه النظرات ثواب عظيم كأن ذهب إلى الحج والحج المقبول ما من ولد بار ولد يكون بار في أسلوب كلامه في تعامله وأيضا نظر إلى أبويه برحمة إلا كان له بكل نظرة هو ما سوى شيء هو مجرد نظر نظر رحمة لا نظر احتقار ولا استهزاء ولا نظر غضب بل نظر رحمة إلا كان له بكل نظرة حج مبرورة هذا عظيم جدا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من يضمن لي بر الوالدين أضمن له كثرة المال الله يرزقها أموال كثيرة وزيادة العمر الله يعطيه عمر طويل في الخير والصحة والعافية والمحبة في العشيرة يعني الناس يحبونا هذه ثلاث أمور يعطيها الله لمن يبر الوالدين من يضمن لي بر الوالدين أضمن له كثرة المال وزيادة العمر والمحبة في العشيرة عن النبي صلى الله عليه وآله كن بارا وقصر على الجنة كن بار بالوالدين لن تنال إلا الجنة عن النبي صلى الله عليه وآله إن لله ملكين في ملائكة اثنين شغلهم عملهم مسؤوليتهم التالي ما هي يناجي أحدهما الآخر ويقول أحدهما للآخر اللهم احفظ البارين بعصمتك ليل ونهار الملاك هذا يقول اللهم احفظ البارين بعصمتك الملاك الثاني ماذا يقول والآخر يقول اللهم أهلك العاقين بغضبك يا رب اغضب على الذين يعقون الوالدين واهلكهم اللهم احفظ البارين بعصمتك والآخر يقول اللهم اهلك العقين بغضبك أيهما نريد أن نكون من أصحاب الملاك الأول أم من أصحاب الملاك الثاني أكيد الأول رضى الله عن النبي صلى الله عليه وآله رضى الله مع رضى الوالدين وسخط الله مع سخط الوالدين إذا الوالد أو الوالدة غضب أحدهما الله يغضب لغضبهما إذا أحد الوالدين رضي عن الولد الله يرضى عنه هذا عظيم أن يقترن رضى الله مع رضى الوالدين ماذا نستفيد من هذا الدرس بر الوالدين من الواجبات وعقوقهما من المحرمات الله عز وجل يعجل التواب للبار بوالديه في الدنيا ويجزيه في الآخرة أحسن الجزاء الله سبحانه وتعالى يعجل بالعقاب في الدنيا لمن يعق والديه ويعاقبه في الآخرة على عقوقه عقابا شديدا الآن الآن نريد أن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة اليوم ما في أسئلة صح وخطأ اليوم ما عندنا أسئلة صح وخطأ اليوم عندنا شيء ثاني هو عبارة عن تجاربكم مع بر الوالدين أي واحد من عندكم يا أحبابي أي واحد من عندكم يحب أن يقول موقف معين ينقل لنا قصة معينة حقا له مع والديه أو مع أحد والديه أو عنده سؤال عن الموضوع ممكن أنه يرفع إيده يرفع إيده ويطلب الكلام ونحن إن شاء الله نعطيه المجال أنه ينقل لنا قصة فاطمة مازن أو فاطمة مازن تفضل يا فاطمة فاطمة مازن بالله شنو الذنب الواحد السلام عليكم السلام عليكم بالله شنو الذنب قاهل إذا ما سمع كلام أمه وأبو عليكم السلام يا فاطمة مازن الذنب قلنا قبل قليل اللي ما يسمع الكلام اللي ما يطيع اللي ما يكون بار الله يغضب عليه الملائكة تدعو عليه ما يتوفق بدنيا وبآخرته الله يعاقبه نشوف توفيق اللواتي تفضل يا توفيق سلام شيخنا عليكم السلام توفيق إذا عندك قصة أو سؤال تفضل أنا دائما لما أبوي يرجع من سوبر ماركت أو يجيب أشياء أنا أشيل أثقل الأشياء وأخلي يشيل الأشياء ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك وأحيانا أشيل كل شيء كم عمرك أنت تقريبا عشرة طول العمر إن شاء الله كله تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي بر الوالدين ممتاز سمعتوا توفيق توفيق يقول عندما يأتي والدي ويحمل أغراض أنا أحمل أثقل الأغراض أو كل الأغراض في أروع من هذا الله يوفقك يا توفيق إن شاء الله اسمك اسم على مسمى يوفقك إن شاء الله في الدنيا والآخرة لما يحب ويرضى نشوف عيسى محمد تجربة حلوة سمعناها من السلام السلام حياكم السلام عيسى حبيبي تفضل سيخ إذا أنا بالغلط سأقول لحقوم الأوف هل يعتبر ذنب إيه طبعا الله يقول في القرآن وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ سواء أنت غاضب أو راضي هو عادة مثل إنسان يقول أف لمن يغضب ما يجوز إنه أقول كلمة اللي بدال أف إن شاء الله حاضر من عيوني من عيوني ثنتين تامرين أمر يا يمة اللي تبيني يصير هذا الكلام الجميل حسين جواد حسين جواد السلام عليكم استاذ السلام حسين فضل استاذ أنا كلما أبي روح يشتري أغراض روح معاه لكي أشيل عنه أغراض التقيلة أحسنت أحسنت يا حسين جواد الله يحفظك إن شاء الله يا حسين وتكون من البارين لوالدينك دائما دائما يقول حسين أنا كلما ذهب أبي للشراء شراء أغراض حاجيات البيت أذهب معه ليس لأنه يحب الذهاب لشراء الأغراض وإنما لأنه يستمتع بحمل هذه الأغراض نيابة عن والده طيب محمد فده فضل يا محمد محمد فده يلا يا محمد عليكم الشيخ عليكم السلام يا محمد الورد بفضل أنا أعطي الأم وابويه الأفطار مرة ثانية أنا أعطي الأم وابويه الأفطار أفطار أي كيف تعطيهم الأفطار يعني أحبر الفطار لأنهم صايمين ما شاء الله عليك كم عمرك أنت يا محمد محمد فده محمد فده يقول أنا أجهز الطعام لوالدي في وقت الإفطار ما شاء الله عليك يا محمد بارك الله فيك نشوف حوراء تفضل يا حوراء أو خديجة خديجة ورقية خديجة ورقية تفضل يا خديجة ورقية خديجة ورقية خديجة ورقية تفضلوا ننتقل لحوراء تفضلي يا حوراء 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 تفضلي أنا اليوم فاعد أمي قل لي أول شيء سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم أنا سويت ويا أمي فطور ما شاء الله عليك يا حوراء حوراء تقول أنها اليوم ساعدت والدتها في إعداد الفطور بارك الله فيك يا حوراء أنا فاطمة إيه أنت اسمك فاطمة الله يخليك بارك الله فيك محمد جعفر مازن محمد جعفر مازن محمد جعفر مازن محمد جعفر طيب علي الوائل علي الوائل تفضل يا علي سلام عليكم شيخ عليكم السلام يا علي الوائل تفضل أنا كل يوم لما أروح الجمعية مرضات أروح مع أبوي وحط الأغراض بالعربان ما شاء الله عليك لما يروح إلى سوبر ماركت يحمل الأغراض مع والدي يضعها في العربان وحط الأغراض بكاشير ويضع الأغراض على الكاشير المحاسبة ما شاء الله عليك يا علي الله يحفظك يخليك من الأولاد البارين الطيبين إيمان حبيب فضلي يا إيمان عليكم السلام عندي سؤال يعني لو أمي كانت بعيدة عني وأنا يعني ذكرتها بصوت عالي عادي ما تسمعك كان يعني من بعيدة عن تذكرني إذا كان أسلوبي صحيح حتى لو من بعيد إذا رفعت صوتي حتى تسمع ما في مشكلة المهم أسلوبي صحيح إذا رفعت صوتي من بعيد وكان في إساءة أدب ما يسمع شكرا يا إيمان شكرا يا حبيبتي إيمان نشوف محمد جعفر مازن محمد جعفر مازن تفضل تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام إذا يعني الوالدين فرحهم ومو الله يفرح إيه الله يرضى ليرضاهم إيه زين إذا ماتوا الوالدين شي يصير بالله الله سبحانه وتعالى إيه لما يتوفون الوالدين كلما الإنسان يعمل أعمال خير الله يسجل الثواب حق الوالدين ويفرح لأن هذا الإنسان ويرضى على هذا الإنسان الذي مستمر في بر والدين حتى بعد وفاتهم ما ينساهم ويظل يعمل أعمال الخير طيب في سؤال من محمد أشكناني لما أكون تعبان أو مرهق أمي تضع يدها على رأسي أحس بالراحة وأشعر بأني أصبحت أفضل وإذا كنت حزين هي أيضا بهذا التصرف تجعلني أشعر بالراحة طبعا هذه الوالدة هكذا دائما يا محمد أشكناني الوالدة هي مصدر راحة وحوب وحنان لكل أولادها شكرا يا محمد على هذه المشاركة الجميلة فاطمة المتروك تقول أنا برت رجل بابا شهر اللي طاف يعني كان هناك خشونة في رجل والدها فهي نظفته من هذه الخشونة وهذا عمل أن تؤدي البنت جدا جميل للوالد يشعر بالراحة يشعر بأن بنتها تحبها قريبة من عند الجود تقول شكرا أستاذ والشكر لك يا جود والحور على استماعكم ومشاهدتكم ومشاركتكم الجميلة إذا قلت للأكبر مني أف وليس لأمي هل يعتبر ذن؟ هي كلمة غير جميلة هي كلمة غير جميلة الإنسان المؤمن إنسان مؤدب إنسان خلوق يستعمل الكلمات الحلوة كلمة أف كلمة غير جميلة علي الوايل يتشكر ونحن نشكر منك أيضا مشاركتك إذا شخص كان كافر ثم أسلم هل يعتبر مذنب؟ إذا أسلم الله يغفر له ذنوبه كلها أنا أساعد أمي في الفطور عبد العزيز المجادي يقول أنا أساعد والدتي في إعداد الفطور ممتاز يا عبد العزيز المجادي عليك أن تكون دائما هكذا أن تساعد والدينك عندما يحتاجان إليك وتبادر حتى لو ما طلبوا منك تبادر للمساعدة بالشكل الصحيح ما معنى حجة مبرورة حجة مقبولة حجة مقبولة في ناس يروحون الحج كأن ذاهب إلى مثلا سياحة أو شيء الذهنة ليس عند التوبة والمغفرة وطلب الرحمة من الله مجرد سفر هكذا للهو في ناس يذهبون إلى الحج يتوبون من ذنوبهم يستغفرون الله دائما صلاة أعمال خير هذا حجتهم حجة مبرورة مقبولة هذا معنى مبرورة بهذا نكون عندنا أسئلة هنا ما هو أحسن شيء نبدأ بالفطور البارد أو الحار طبيا يقولون شيء الدافئ أفضل طبيا يقولون شيء الدافئ أول الطعام أو الشراب الدافئ أفضل من البارد والحار شكرا شكرا لكم جميعا إن شاء الله نراكم مساء الغد في إذن الله تعالى وسنتحدث في موضوع فقهي أحكام شرعية مثل ما تكلمنا عن الصيام المرة اللي فاتت إن شاء الله نتكلم عن مسألة شرعية من المسائل نأخذ بعض الأحكام الشرعية فقط قبل ما ننهي مهدي وعقيل يقول أنا أتفوق لأسعد أمي وأبي من خلال دراستي هذا جميل جدا جدا يا مهدي وعقيل إيمان حبيب مع السلامة يا إيمان حبيب خديجة تقول إذا الإنسان كان عاصي وأحيانا لا يعصي الله ما ثوابه على الإنسان أن يسعى أن يكون دائما في طاعة الله إذا أخطأ يتوب إلى الله ويستغفر شلون يصير ثوابه بعد هذا عند الله سبحانه وتعالى إحنا اللي علينا نسوي ما هو مطلوب من عندنا مع السلامة محمد أشكناني مع السلامة يا مهدي وعقيل مع السلامة كل الأحباب اللي كانوا معانا هذه الليلة السلام عليكم في أمان الله شكرا